انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي كاشفت عنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعلانها أن إيرانا نصبت مجموعتين إضافيتين من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز وتقوم بتخصيب اليورانيوم في هذه الأجهزة الوكالة أشارت في تقرير لها إلى أنها تحققت في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري من أن إيرانا بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي وهو الصورة التي تتم بها تغذية أجهزة الطرد المركزي باليورانيوم من أجل التخصيب في مجموعة رابعة من 174 جهاز طرد مركزي بمحطة تخصيب للوقود في إشارة إلى محطة نطنز القابعة تحت الأرض ويأتي هذا التقرير الجديد بينما تشترط كل من واشنطن وطهران عودة كل طرف أولاً للاتفاق مقابل عودة الخصم في حلقة مقفلة وسلسلة تساؤلات لا تنتهي حول من يقدم على الخطوة الأولى أولاً ففي حين تطالب الإدارة الأمريكية السلطات الإيرانية بالتراجع عن كافة الانتهاكات التي اتخذت خلال الفترة الماضية منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات من الاتفاق الموقع عام 2015 مع الدول الغربية تتمسك طهران بوجوب رفع العقوبات الأمريكية أولاً والتراجع عن سياسة الضغط القصوى التي أرساها ترامب كما تتزامن تلك الانتهاكات مع تأكيدات متكررة للوكالة التابعة للأمم المتحدة من أن مصير الاتفاق النووي على المحق بعد أن أضحى أشبه بجثة راكدة وكان الرئيس ترامب انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في عام 2018 وقال أنذاك إنه لم يردع إيران ولم يحقق السلام وأعاد فرض العقوبات المشددة على النظام الإيراني فيما يعرف بحملة الضغوط القصوى وردت إيران بالتملص من القيود التي فرضت عليها بموجب الاتفاق النووي فزادت من عمليات تخصيب اليورانيوم فوق النسبة المسموح بها ترجمة نانسي قنقر